أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه يفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماهوت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجي وما هم بظارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بظارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يظوهم ولا ينفوهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة الخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الوشد من الغيب فمن يكفر بالطاووت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وفقا لن فصام لهذا الله سميع عليم الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ضاف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش جوش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أبد الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يبع مع الله إلها آخر لا بوهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح البافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاء فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إله كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقظفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من تين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تتذبان يرسل عليكما شواد من مال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة مكدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زنده إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكذر سبحان الله عما نشركون هو الله الخالق البارئ المصفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا جهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتطا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم ديدكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صند لم يرد ولم جولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقد ومن شر مفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس وخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقوها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يوزقها وإياكم وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول إن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دور الله أرادني الله بذر هل هم كاشفات ذره أو أرادني برحمة هل هم منسكات رحمته قل حسبي الله عليه تتوكر المتوكين صدق الله العظيم